بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كلامنا بتحديد النهاردة عن تغيير الـ Color ID Signal في البناسونيك IP KPX KXNS 500. زي ما احنا عارفين الأساسية ستة خط خارجي. ستة خارجي. ستة خارجي. ستة خارجي. ستة خارجي. ستة خارجي. ستة خارجي. ديشتر برباريتي تليفون. ممكن نبقى معهم اثنين في ديشتر اكسيت خط فايس بيت. كبينة بتيجي. بيها ستة خط خارجي. كارت LCOT6. LCOT حرفها متخده من Loop Start Central Office Trunk Card. ودي نوعية اللي بيشتغل بها. خطة بيعتمد زي بيقفل المكالمة ويبدأ المكالمة حسب. ما بتتغير لما بنها نفعة سماعة او محورة سماعة. ممكن يزود الخطوط الاناليج في الـ Central. ده الماكسمن بالنسبة لنا بالنسبة للخطوط الاناليج. كل بورت من بورتالي الخط الخارجي. الـ RG45. ممكن يوصل عليها خطين. يبقى هنا احنا نوصل لخط الاول والتاني. هم من الثالث والرابع. هنا الخامس والسادس. وهكذا. سبعة ثمانية تسعة عشر. اداشر اثماشر. لازم ننوي هنا ان الـ ممكن يبقى الخطوط خارجية هنا. او ممكن يبقى موسيقل هول او بيجر. اكسترنال بيجر يعني امبيليفاير اكسترنال سبيكر وكده. اه ودي احنا نتكلم عنها في مرات تانية ان شاء الله. ازاي نوصل اه اكسترنال ميوزيك. سورس بالسنترال. احنا بنستخدم كابل الـ RG45 العادي. هنوصل الخط الاول. دايما بنستخدم الجوز البرتقاني وبرتقاني الابيض والجوز البوني البوني الابيض. هنا هيبقى توصيل الخط الاولاني. هنا توصيل الخط التاني. ده لو بورت انا. لو اتنا وانا وصلت على بورت اتنين. هيبقى انا بوصل خط ثلاثة وخط اربعة. لو دخلتها هنا. ده هنا. معناها ان انا هيخد الخط الخامس وخط السادس. ده كل كابل RG45 يتحط بورت. يتخذ منه الجزين فقط لهم البورتقاني. لو احنا وقفنا بالماوس على كارت الخارجي. ووقفنا عند بورت بورت قدر غير تاعت كل بورت على حدة. زي ما هو باين في الشاشة ان انا بوصلها لما اقف هنا وكليك بالماوس زي ما مش محتاجة اي حاجة عشان نعملها. لو انا مشتعرف كالخدمة وعندي اظهر رقم الطالب فهيظهر عندي خدمة اوتوماتيك. لو هي Fsk اللي يندد دفولت ببط وهي enabled. وبطاية بتاع Fsk. يبقى انا لو موصل بمثال هحتاج ان انا اغيرها من Fsk ل Ttml. في كمان نوع جديد ووز فيجوال كولر ايدي زي ما انا نشوف. لو انا اغفت عند الكارت بروبارتي فدك كده معناه ان انا هغير الخباص بيزد على الكارت. يعني الخاصية العميلة هتنطبق على كل ست خطوط مع بعض. فانا هغير وده معناه ان انا لما هاختار Fsk هيبقى ست خطوط الخارجيين اللي عندي بيشتغلوا Fsk مش هقدر اغير من بورتر بورتر. يعني منفعش بخط الاول والثاني Fsk والثالث والرابع DTMF. يعني الكارت كله Fsk الكارت كله DTMF زي ما احنا شايفين. النوع الجديد اللي موجود هنا Fsk وز فيجوال كولر ايدي. ده لو انا معايا مكالمة وجاء هنا مكالمة تانية. هيبقى على الشاشة بتاعتي باني مين المكالمة اللي جاية اللي هي منتظرة. الكولويتين اللي جاية دي مين اصلا النمرة كمان حباني عندي. ودي كتبناها لكم هنا ان البيجوال كولر ايدي. هتديني بيانات كول او كولر ايدي اه بتاعتي كولر ايدي. على وانا رفع سماعة في المكالمة حالية شغالة. طبعا فيه سيتنج كتير في الكارت بروبارتي بورت بروبارتي. انا بس بمتكلم دلوقتي بتحديد على الكولر ايدي طيب اللي هي الخطر دي بالتحديد اللي بتعمل مشكلة لما بتتركب وحدات على السنترال لان الدي فولت ايف اس كي والبريمي اسال دي تعميه. حبينا برضه نتركز على ان الكارت كله هيبقى اي في اس كي يحيبقى دي تعميه. ده رقم الخطوة ربعمية وتسعين لو انا هعمل اغير الكلر عاديه من العدة البروبراتي تليفون او العدة الديجتال اللي حتبقوا متوصلة على السنترال على وغضة اوبراتور وغضة الحقيقة دي كل الخطوات اللي انا محتاجها لو تحد يحب بيبص عليها كلها على السنترال بعد كده احنا هنروح على السنترال نفسه وننقرش على البيدي اكس كونفيدوريشن سلوت واده كانت خارجي في اختيارين بس هنا طبعا ان انا افلاين مش انتوراكتب مع السنترال لو انا انتوراكتب مع السنترال هادي اللي كانت ان انا اعمل اوطف سافز وان سافز عشان اغير بورت طايب او حبيت او 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 مش او 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 لكن اليهم هنا هنا ان انا وعفت عن فيورت فور بارتين وعملت زلك افتح لي فور بارتين بتاعك خطوط وون باي وان وكنت بتغير هنا وزي ما احنا شاكين ان المنسبة لكورور اي دي هي بس مجرد او مش عايزة اكتبها على خط معين لكن بايدفولت هي جاية انابولت كلها لو وقفنا هنا واخترنا الكارت بربارتي يعني فاصلة هتتغير هنا هتنطبق وهتحكم الست بخطوط الموجودين على الكارت هل هي اني منضموهم color ID color ID type fsk او fsk with visual color ID او dtmf لو انا ملاكتب لحظة طرفية او prima cell او الانترفيس اللي بتحط ما بين شرحة الموبايل عشان تتحط فيها شرحة الموبايل عشان تتحول لخط عادي ممكن التعامل معه فممكن نختار اللي احنا عاوزينه dtmf لو واحدة برافية او fsk لو موظم الاحيان بتاعتنا ببدأ بهذا الشكل fsk مش dtmf فانا محتاج dtmf بس لما اركب جهاز prima cell وممكن جدا لو انا عندي كارت تاني خارجي هنا اخلي بريما سيلة على الكارت التاني واعمله dtmf واخلي الكارت الدي في اسكي لخطوط الانالوب العادية او خطوط الهيئة العادية اللي احنا عارفنها شكرا شوفكوا قرائب ان شاء الله سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة